إلى ذلك أوضح النائب حسن خلاطي أن علاوي استطاع خلال المودة القانونية أن يقدم كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي إلى أن البرلمان أخفق في عقد جلسة إلى منح الثقة هذا وانتقد النائب عن تحالف سائرون صباح العقالي أنواب الذين لم يحضروا جلسة منح الثقة لحكومة علاوي مبينا أن مهلة رئيس البرلمان الأخيرة غير دستورية